بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبرأ المصفوفات ومع الدرس الأول وهو بعنوان مقدمة عن المصفوفات وأنظمة المعادلات الخطية أهداف الدرس، التعرف على مفهوم المعادلات الخطية Linear Equation والنظام الخطي Linear System التعرف على الأنظمة الخطية المتجانسة Homogeneous وغير المتجانسة Non-Homogeneous معرفة إمكانية حل الأنظمة الخطية وعدد الحلول الممكنة إن وجدت التعرف على مفهوم المصفوفة، أشكالها، أحجامها، بعض المصفوفات الخاصة الربط بين المصفوفات وأهميتها في حل الأنظمة الخطية في البداية نتعرف على معنى المعادلة الخطية Linear Equation في N من المتغيرات X1 X2 إلى XN تأخذ الصيغة العامة A1 X1 زاد A2 X2 إلى AN XN يساوي B حيث A1 وA2 وAN وB عبارة عن أعداد حقيقية أي أن كانت هذه الأعداد الحقيقة وX1 X2 إلى XN هي المتغيرات نلاحظ في هذه المعادلة أنه لا بد أن يفصل بين كل متغير آخر علامة زائد وقد تكون ناقص لا بد أن يكون كل متغير مرفوع إلى X1 ومن هنا جاءت التسمية Linear أي خطي لأن كل هذه المعادلات ترسم مثلا في المستوى XY على شكل خط مستقيم أما إذا كانت X2 وما إلى ذلك فقد يتحول هذا الخط المستقيم إلى منحنة في هذا المثال سوف نتعرف على شكل المعادلة الخطية في المستوى XY وفي الفراغ الثلاثي XY وZ ففي المستوى XY تكون بالصورة A1 X زاد 2 Y يساوي B حيث A1 وA2 وB كما كنا سابقا هي أعداد حقيقية ثابتة والمثال كما يظهر في الرسمة المقابلة X زاد Y يساوي 3 هي معادلة خط مستقيم يقطع محور Y عند النقطة 3 ويقطع محور X عند النقطة 3 ويمكن تعميم هذه المعادلة في الفراغ الثلاثي A1 X زاد A2 Y زاد A3 زد يساوي B في التدريب التالي سنتعرف على كيفية التفريق بين المعادلة الخطية وغير الخطية في المعادلة الأولى نجد أن X مفصولة عن Y معامل X هنا ثلاثة معامل Y اثنين B هنا بسبعة فهي تحقق شروط المعادلة الخطية لأن أيضا X1 وY1 فهذه linear equation في المعادلة الثانية نص X زاد Y ناقص BZ يساوي جهد 2 في هذه المعادلة X مفصولة عن Y مفصولة عن Z كل منهم مرفوع لأس 1 معامل X هنا 1 على 2 معامل Y 1 معامل Z ناقص B الطرف الأيمن جهد 2 كلها عدلة حقية فهذه أيضا معادلة خطية المعادلة الثالثة XY زاد Z يساوي 2 نلاحظ هنا أن X مضروبة في Y غير مفصولة عنها برغم أن X1 وXY1 إلا أنها خرجت عن شرط الخطية فهي معادلة non-linear لماذا؟ السبب أن X مضروبة في Y المعادلة التالية 1 على X زاد 1 على Y يساوي 4 يمكن أن نكتب هذه المعادلة في الصورة X أس ناقص 1 زاد Y أس ناقص 1 يساوي 4 نرى هنا أن X مرفوع لأس ناقص 1 و Y مرفوع لأس ناقص 1 وهذا يخالف شرط الخطية فهي معادلة non-linear ما الساب أن X و Y مرفوع لأس ناقص 1 والرغم أنهما مفصولتان عن بعضهم البعض المعادلة التالية sin X1 زاد 2 X2 ناقص 3 X3 يساوي 0 هذه معادلة أيضا غير خطية ما السبب؟ الحد الأول عبارة عن sin X فهذه أيضا non-linear فئة المعادلة الأخيرة X زاد 3 Y تربيع يساوي 4 هذه أيضا معادلة غير خطية ما السبب؟ لأن Y مرفوعة إلى أس 2 ترجمة نانسي قنقر